سلام عليكم حبايب الملكي ريال مدريد بعد غيئة طويل يعود إلى سانتياغو بيرنبيو ويستقبل خيطا فيه بينما الرخي بلانكوس الجميل يستقبل إشبيلية المحنط رسميا في الواندا ميتروبوليتانو بينما برشلونا في واجهة أساسونا العنيد على ملعب الأسدار أما في إنجلترا فالقمم حاضرة بكل تأكيد وعننا 3 قمم بهذا الأسبوع يوم السبت برايتون على أرضه معدي زيربي بيستقبل نيو كاسل يونايتد تقبلون أبناء أنا إمري أستون فيلا أما الختام فسيكون ميسك واحد من الكلاسيكيات كرة القدم على ملعب إموارات الأرسنل بيستقبل مونشستر يونايتد أهلا وسهلا فيكم بتقديم الجولة وتحدي توقعاتها السلام عليكم أحبائي وأهلا وسهلا فيكم بتقديم الجولة الرابعة من الدور الإسباني وكذلك الإنجليزي رح نغير شوي ابتداء من هاي الحلقة بالحلقة الماضي عطيت توقعاتي بعدك المباراة لكن الآن رح أجمع التوقعات أو سوف أجمع التوقعات كاملة بنهاية الفيديو وبالفيديو القادم بستعرض لكم توقعاتي ومنشوف بكم توقع أصبت وبكم توقع أخطأ الأسبوع الماضي على مستوى الليقة الإسبانية ثلاثة توقعات صحيحة من ثلاثة توقعات انتصار برشلونة ريال مادريد وأتلتيكو مادريد حيزيح رايو فييكانو ويجلس مكانو خلف الملكي في إنجلترا تشلسي ينتصر تم توتنهام ينتصر تم أستون فيلا وكذلك الستي ينتصرون أيضا تم اليونايتد ينتصر على نوتنغ هام فورست بصعوبة جدا حصل وبصعوبة أرسنال ينتصر خذلتنا يا كبير برايتون ينتصر كمان خذلتنا لكن أمامين المزعجين دائما ويست هام ينايتد نيوكاسل ينتصر على ليفر بول أيضا الله يسامحك يا إيدها وعلى تبديلات قلبت المباراة من انتصار لجحيم الريمونتادا الغير منطقية إذن 8 توقعات صحيحة من أصل إيداعش حط لي بالتعليقات هل جلبت 11 من 11 أو كيف نبدأ بالتفاصيل وخلينا نبدأ مع الدور الإسباني واللي رح ناخد فيه مثل ما حكينا ابتداء من هذا الأسبوع كل من مباريات ريال مدريد برشلون وكذلك أتلتكم مدريد أو إذا ظهر معنا بطل جديد الناس فكرت أن رايوفاي كانوا بطل جديد أكل سباعي ونزل لمنتصف الترتيب خلينا نكملين مع الثلاثي تقديمنا وكذلك تحليلا بإذن الله أول مباراة رح تكون معنا هيا يوم السبت الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة الملكي ريال مدريد يستضيف على أرضه سانتياغو بيرنابيو بعد غياب نادي خيتافي ريال مدريد صاحب العلامة الكاملة 9 نقاط من أصل 9 الريال واللي حقق كل شيء والأمور كلها تمام على مستوى النتائج جمهوره بينتظر صفقة تطفي غليل الجمهور بعد انتظار طويل وغياب لاعب سوبر يليق بالنادي الملكي لا أفوق كل هذا الكلام اطلقى ضربة قوية بغياب النجم الأول فينيسيس جونيور وأصبح حاليا النجم الأول هو جود بلنجهام أفضل لاعب في الليقة الإسبانية عن الشهر المنصرم ومثل ما تكلم دائما ريال مدريد حقق المطلوب والعلامة الكاملة والتاريخ يسجل النتائج لكن لا يختلف اثنان عاقلان واعيان بالغان على أن ريال مدريد بهذا الشكل وبهذا السكواد لا يمكن أن ينافس في بطولة طويلة الأماد 38 جولة فما بالك بالمنافسات الأوروبية فوق هذا الكلام لذلك يا بيريز حرك أمورك 840 ساعة ويغلق الميركاتو أنا بغسره 840 ساعة أثناء التصوير أما بالطرف المقابل خيتافي خيتافي اللي أحرج برشلونة بافتتاح الموسم بعدما تعادل معه بعدين خسر مع جيرونة ورجع انتصر على دي بورتيفو ألفز يعني الفريق غير متوازن نهائيا هوايته تقريبا إزعج الكبار لأكثر والأقل وبالنهاية حيخسر يعني حيكون بص ضيف ليس له أي دور في منافسات الليجة أما زم نروح إلى مباريات يوم الأحد فعندنا مباراتين مهمين بالليجة الأسبانية السابع ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرضية الواندا ميترو بوليتانو رخي بممكوس أتلاتيكو مادريد بقيادة لتشولو دياغو سيميون يستقبلون الجريح أو الميت أو المحنط إشبيلية أتلاتيكو مادريد صاحب المركز الثاني خلف ريال مادريد بسبع نقاط سجل الفريق عشر أهداف كاملة كأقوه هجوم في الليجة الأسبانية واستقبل هدف وحيد فقط انتصر على غرناط بثلاثية مقابل هدف تعادل مع ريال بيتيس بصفر مقابل صفر بيتيس قدم مباراة عظيمة جدا وذهب إلى الرايو ضي كانوا وسحقهم بسباعية وقالهم نزلوا مكانكم ليس في الصدارة بدون أي مبالغات وأنا شخص لا تبهرني النتائج ولا تبهرني الأرقام الجافة لكن من شاهد أتلاتيكو مادريد يبصم بالعشرة أجمل كرة قدم قدمت منذ انطلاق الليجة لحد الآن 30 مباراة لعبت لحد اللحظة لم يقدم فريق 90 دقيقة من التكامل كما قدمها أتلاتيكو مادريد في أكثر من مباراة وكأنه بيرفع شعار واضح هل من منافس وبكررها للمرة الثانية أما إشبيلية صاحب الصفر نقطة بالمركز الأخير الفريق سجل 5 أهداف واستقبل ثمانية كاملين فريق لا يمكن وصفه إلا بالتائه بيكفي أن يحكي لك أن الفريق خسر من فالنسيا دي بورتيفو أولافيز ونهاية من جيرونا أتوقع ما بدها شرح الفريق ميت تماما أما ختام الجولة فحيكون الساعة العشر مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد على ملعب السدار وغسسونا العنيد يواجه بلاوغرانا برشلونا وغسسونا صاحب المركز السابح حقق 6 نقاط انتصارين وخسارة وحيدة بينما برشلونا صاحب المركز الرابع ب7 نقاط انتصارين وتعادل وحيد بدأ الليجة بالتعادل الصادم أمام خيتافي مثل ما ذكرنا سابقا ذهب وانتصر على قادش ثم قدم مبارات أشبه بأفلام الأكشن أمام فيا ريال بشعار رفعوه الفريقين من سيسجل أكتر حتى ترنده المبارات 4-3 وكأنه سباق فورميلا ون 7 أهداف كاملة بمبارات ممتعة جدا للجماهير لكنها بتظهر بأن الفريقين ما عرفوا يخلقوا التوازن المطلوب على أرضية الميدان وبرشلونا لحد لحظة تصوير هذا الفيديو لا زال داخل بالمركاتو فاتي يخرج لونجلي يخرج جواو فيلكس على الطريق كانسيلو وقع وغالبا حيقوم موجود ضمن القائمة لمبارات أوساسونا إذن الفريق لحد الآن بيبحث عن شكله النهائي ومبارات صعبة جدا على أرض أوساسونا بملعب صعب بقيارة المدرب ياغوبا النقف والملف الإنجليزي مذهب إلى الدور الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي يتصدر مشهد البريمير ليغ لحد الآن تصوير نقاط كاملة ثلاث مباريات ثلاث انتصارة وفي نقطة حابب نوهلها قبل ما أبدأ ويست هام يونيتد لو مندقق بمجرية ثلاث جولات حيكون هو دائما العامل المزعج مع كل الفرق الكبرى لحد اللحظة وعلى سيرة ويست هام يونيتد حينزل ضيف لإفتراحية هذه الجولة يوم الجمعة على لوتون تاون وممكن أن دافيد مويس يستمر معنا بحظ النقاط ويضل بالثلث الأول من الترتيب العام إلى أجل ما ربما يكون قريب وربما يكون متوسط والله أعلم بعدما الفريق تعادل بشكل غريب مع بورنمونث بعدين انتصر على تشيلسي وما اكتفى بتشيلسي وانتصر على برايتون أيضا بالجولة الماضية تخيل على برايتون طيب نقفز ليوم الجمعة يوم الجمعة الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ثلاث مباريات في ذات التوقيت بداية بيرني الصاعد حديثا بيستقبل على أرضه تيلف مور نادي توتنهام هوتسبر بيرني صاحب الصفر نقطة ثلاث مباريات ثلاث خسارات بيستقبل توتنهام هوتسبر ساحب السبع نقاط ثلاث مباريات انتصارين وتعادل وحيد مباراة صعبة جدا على بيرني بكل أمانة توتنهام فاجئة من بداية الموسم لحد الآن اسلوب رائع جدا اسلوب جريء جدا وتدارك لجميع الأخطاء وشكل مقبول إلى حد ما مع بوستي كوغلو ورجعنا الفريق تماسك أكتر من رائع ورجعنا أخطاء لكنه بحاول يتداركها قدر الأمكان حكينا بأنه هذا الفريق هجومه أكتر من رائع طريقة الهجومية أكتر من رائعة لا بقصد ما بقصد كأفراد لأنه دائما بنتقد سون وبنتقد ريشارلسون مثل ما تحدثنا وثغرتون هي دائما الدفاع لكن المدرب قدر يتدارك هذا الخطأ عن طريق بيسومة وصار ثنائية وسط رهيبة جدا غطت على الدفاع وعم تكون دائما هي جدار السط الأول أمام خط دفاعه وهذا الشيء اللي بيفسر كيف تتنهام الدارك الموقف وقلل كمية الفرص المستقبلة بمنطقة العمليات الخاصة فيه وفي ذات الوقت على أرضية ملعب ستنفورد بريتج لبلوز تشيلسي بيستقبل نوتنغ هام فوريست أو غابة نوتنغ هام تشيلسي صحب الأربع نقاط لحد الآن بعد ثلاث جولات انتصار وحيد وتعادل وحيد وخسارة أيضا لحد الآن الفريق بيبحث مع بو كوتينيو عن شكله النهائي الفريق مو معروف له مثل ما بنحكي بلهجتنا السورية ورأس من الرجل لعبين خارجين ولعبين داخلين بتشعر الموضوع وكأن سوء الجمعة حرفيا هذا الكلام ليس أستهزاء وليس تقليل إنما أنا بشرح الوضع كاملا تشيلسي لحد الآن لم تتضح الرؤية لديهم حتى نعرف نحن ننظر لهم بشكل جيد لازم يغلق سوق الانتقالات 100% حتى نفهم بو كوتينيو كيف لازم يشتغل أو كيف رح يشتغل وفي عندي ملاحظة مهمة كتير ذكرتها سابقا ولازم كررها بو كوتينيو أنت مدرب جديد وقايد مشروع المفروض من واحد إنكيبار إنجلترا المفروض أنت تفرض شكلك مباشرة وتفهمنا فلسفتك الفريق بآخر فترة ونهاية الموسم الماضي كان دائما يخسر بسبب واضح جدا ثلاثة الدفاع ثلاثة أربعة ثلاثة أو ثلاثة خمسة أثنين كنت تخسر دائما بسببها يا تشيلسي أنا بقصد مع أنه هي كانت سابقا نقطة قوتك لكن حاليا هي نقطة ضعف فاضحة وواضحة انتصرت بالبداية ليش رجعت لها حتى بالبري سيزن لعبت بخلافها لعبت أربعة ثلاثة واحد وأربعة ثلاثة ثلاثة فما هو المبرر لتعود ثلاثة أربعة ثلاثة أو ثلاثة خمسة ثلاثة ببعض الأحيان انت رجعت من هون وتلقيت الخسارة من هون وقدامين قدام ويست هام يونيتد مع ديفيد مويس قدام فريق قوته بوسطه وكذلك هجومه قبل ما تدارك الوضع وترجع تنتصر على لوتونتاون بثلاثية كاملة لكن هداك لوتونتاون فلا يأخذ بالاعتبار ما تحقيقه أمام فريق مثل هذا فبكل اختصار المطلوب من البوتش تثبيت الشكل أهم شيء أما نوتينغ هونفرس على الطرف الثاني ثلاث مباريات بثلاث نقاط فقط الفريق يقدم أداء قل من العادي بكل معنى الكلمة وكأنه فريق فقط يريد الاستمرار في البريمر ليج ولا يريد شيء آخر أما آخر مباراة في ذات التوقيت على أرضية ملعب الاتحاد نادي سكاي بلوز مانشستر سيتي متصدر الترتيب العام يستقبل المزعج فالعام السيتي صاحب التسع نقاط بعد ثلاث جولات ثلاث مباريات ثلاث انتصارات حامل اللقب حامل الفلاثية الغني عن التعريف الفريق بعد ما خسر قندوقان خسر دبروين بدعي الإصابة جلب كوفازيج وأيضا حسم صفقة نونيز وفوقهم أيضا جلب اللاعب دوكو لأنه بيبي جوارديولا بيعرف أن هذا الموسم على مستوى المنافسة والنفس الطويل لا يشبه الموسم الماضي القادم عظيم وخطير جدا وهذا الشيء شافه بيبي جوارديولا بيقوم عينه وهو نفسه غير راضي أنا متأكد عن الأداء اللي قدم بأول ثلاث مباريات السيتي لا ينافس بهذا الشكل إنما هو توفيق ونفذ بثلاث نقاط هريتم مانشستر سيتي لم يصل إلى قمته لحد الآن صدقوني مانشستر سيتي لم يدخل في المنافسة لحد الآن حتى لي تسع نقاط ولم يدخل صدقني سكاي بلوز لسه معهم أكتر وأفكار أكبر وأكبر أما على الطرف الثاني فولهام صاحب الأربع نقاط بعد ثلاث جولات بتشعر بأنه هذا الفريق هو الفريق المزعج فريق اللي شغلته يعارق لك هون وهون وتحديدا للكبار بل أنه قادم من انتصار على توتنهام بكأس الرابط المحترفة بعد التعادل انتصر عليهم بريقالات الترجيح قبل ما ييجي أساسا من البريمير ليغ من مواجهة أرسنال ويتعادل معهم بهدفين مقابل هدفين ويخطف منه النقطة ثمينة جدا من قلب ملعب الإمارات أما ختام السبت الممتاز فحيكون الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب American Express Community برايتون يستقبل للمكبيز نيوكاسل يونيتد وهون الفريقين عليهم كلام برايتون صاحب المركز السادس بست نقاط سجل دسع أهداف واستقبال خمسة الفريق بيسجل وهذا لا خلافة عليه لكنه لما بيواجه هجوم حاد ووسط حاد جدا بيفقد طريقته بضبط إيقاع المباراة كيف تفسر الجملة اللي حكيتها أنا قبل ثانيتين ما بعرف لكن هايك عرف وصف وضعية برايتون بواجه الحدة فبيفقد قدرته على ضبط إيقاع المباراة مثل ما عتدنا بالموسم الماضي وهذا شي شفنا عيانا بيانا بمباراة أمام ويستهم الأخيرة بالبرمير ليغ أما نيوكاسل يونيتد واللي ظالم ترتيبه لحد الآن صاحب المركز 13 بثلاث نقاط بعد ثلاث جولات انتصر مباراة وخسر مباراتين ووحدة منهم من إيدو ويلي من إيدو الله يزيدو الفريق افترحلنا البريمير ليغ بصاعقة كهربائية نزت على أستون فيلا بخماسية كاملة بعدين واجه مانشستر سيتي البعبة الأزرق لسكاي بلوز وقدم مباراة أمامهم أقل ما يمكن وصفها بالمباراة المحترمة وهي أكثر مباراة فيها تكتيك من بداية البريمير ليغ لحد الآن وبالنهاية كان السيتي موفق وخاطف الانتصار بفارق خدف وحيد فقط إذن ترفع القبة على نيوكاسل يونيتد فهذا مانشستر سيتي لكن الكلام على المباراة الأخيرة أمام ليفربول لأول مرة منذ زمن يدخل نيوكاسل يونيتد أمام ليفربول وهو المرشح الأوفر حظا بل على أرضية الملعب كان هو المرشح الأكبر للانتصار بل وتقدم وسبقا بل وتعرض لاعب ليفربول للطرد فأصبحت أنت بتزيدهم عدديا لكن تبديلات غريبة عجيبة غير مفهومة من إيديهاو إنهار الفريق على إثرها على الطرف المقابل يوريقين كلوب كان بيرمي جميع أوراقه على طاولة إيديهاو وقال له تفضل يا كبير ولأن من يشتهد تكافئه كرة القدم هدفين مباغتين لا يمكن أن يتكرر السيناريو الخاص بهم بكرة القدم مع لاعب وفريق في مباراتين متتاليتين فهدفين بيقلبوا مبارات وبيقلبوا الطاولة على الماكبايز نيو كاسل والتطنقة الثمينة لليفربول في مبارات منطقيا لا يستحقوها لكن كرة القدم لا تعترف في المنطق إذن قمة كبيرة تنتظرنا بين برايتون ونيو كاسل أما إذا منروح إلى يوم الأحد فلدينا قمتين على أعلى مستوى الأولى الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرضية آنفيلد رود جحيم الآنفيلد ليفربول بيستقبل أبناء أوناي إمري أوستون فيلا ليفربول صاحب المركز الرابع بسبع نقاط انتصارين وتعادل وحيد لكن بأداء غير واضح المعالم فلا تخدعكم النتائج لأنه قدم أداء باهت جدا أمام تشيلسي بفتتاح مبارياته ثم انتصر على نيو كاسل بمبارات كما تكلمت من ناحية المنطق غير منطق الانتصار نهائيا وهون عندي ملاحظة مهمة جدا أحباي أنا لما بتكلم عن أي فريق ما وأقول أنه قدم قد أداء باهت أو لا يستحق الانتصار لا يعني أني أكره الفريق أنا ما أنا يوتيبر حابب يعني يعمل مشاكل ويعمل هيك قصص لا أنا بتكلم بشعور مجرد تماما يعني بشيل النتيجة وبحذف الأهداف من ذاكرتي وبتذكر المبارات كيف مشيت لا تأخذ الوضع بأثر رجعي النتائج لا توهمك فقد ينتصر فريقك بمبارات لم يسدد فيها ألا تزديدة واحدة أكيد فهمت قصدي إذن ليفربول لحد الآن باهت الشكل والمضمون أيضا وكل مشجع للريد زيفربول الجميل جدا أبناء العم بيعرفوا هذا الشيء والمبارات الوحيدة اللي كان فارق فيها الفريق عن خصمه هي مواجهة بورنموث لكن مثل ما تكلمت هذا بورنموث وليس خصم ثقيل جدا فأنت أمام نيوكاسل كنت أهتماما طوال المبارات استيقظت لمدة دقيقة واحدة وكافأتك كرة القدم بهدفين من السماء أنا هيك فيني سميهن ولا يمكن أن يتكرروا منطقيا فلازم يورغينو كلوب يعجل ويوضح شكل الفريق وكيف هيكمل منافسات لبريمر ليغ لهذا الموسم أما أستون فيلا فهو صاحب المركز السابع بست نقاط حقق انتصارين وخسارة وحيدة وكانت بافتتاحية للموسم وبنتيجة كانت مثل الصائقة أمام نيوكاسل مناديد بخماسية كاملة لكنه عاد وتماسك وحقق انتصارين متتاليين على كل من إيفرتون وكذلك بيرلي أما ختام الجولب وكذلك يوم الأحد الساعة السادس ونص مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب الإمارات واحد من كلاسيكوات كرة القدم الإنجليزية الأرسنال يستقبل شياطين مونشستر يونيتد أرسنال صاحب المركز الخامس برصيد سبع نقاط حقق انتصارين وتعادل وحيدة انتصر بداية على نوتنجهام وكذلك كريستيل بلس قبل أن يقع في فخ ودوامة نادي فولهام بالجودة الماضية ما في حدا بالدنيا بيتمنى الخسارة لفريقه إذا كان نادي إنجليزي لأنه بإنجلترا النقطة اللي بتضيع صعب جدا أنك تعوضها لأنه عندك بدل التوب فور توب تين بمعنى الكلمة لكن بكل أمانة جزء من قلب وعقل كل مشجع للأرسنال كان بيتمنى أي تعثر أو ضربة حتى يصحى ميكل أرتيتا اللي نحنا كل ياتنا ملحبه وأكيد نحنا خلفه حتى النهاية مهما حصل لكن فيه شيء أنت عم تعمله يا ميكل أرتيتا واضح بأنه فيه شيء غلط أنا بعرف أنك أنت عم تحاول تضع خطة ألف وباء وتاء وثاء خطط بديلة وتحاول توجد أكثر من شكل لأن الفرق الإنجليزية سريعة جدا بقراءتك وحتفهم أنت شو عم تشتغل وحتوجد لك الحلول مثل ما أوجد ويست هام يونيتد الحل لنادي برايتون اللي بيلعب بخطة ثري بوكس ثري اللي أنت عم تلعبها أيضا فأنا فهمانا عليك لكن قصة أنه يكون عندك هافرتس على أرضية الملعب وتروسارد احتياطي لا معلش سامحني بيعتبر الموضوع فيه شيء من الأوفورا ويعتبر أنه كهافرت حتى الآن هو أكبر كم أكلنا بالمركاتو الماضي فأنا بتمنى أنه ميكا الأرتيتا يتدارك الموقف وأنا بتوقع أنه شاف أنه هذا خطأ كبير صدقني اللاعب فييرا بيستحق مكاني أفضل وفكرة توماس بارتي كظاهير وهمي أنا شايفها من وجهة نظري جيدة لكن لها شوية سلبيات اللاعب تشعر بأنك أنت صح كسبت منه كثير جدا بهذه الخطة لكنك كمان خسرت كثير منه ببعض المزايا الفنية الأخرى ما رح فصل كثير لأنه تقديم جوله بس بذكركم لا حدا ينخدع بالنتائج إنه وهم النتائج أما على الطرف الثاني منشستر رونيتد صاحب المركز الثامن وبرصيد ست نقاط انتصارين وخسارة وحيدة حاقت انتصارين على كل من نوتنغ هامفورست وكذلك وولفور هامتون لكنه سقط بفخل سبارز توتنهام أيضا فيني أقول بأن الشياطين الحمر هو واحد من الأندي الإنجليزية اللي بتبحث عن شكله نهائي لحد الآن الفريق لا زال لحد الآن بالميركاتو وواضح بأنه إيرك تنهاق وفقا للأفكار اللي بيفكر يطبقها بهذا الموسم غير مقطع نهائيا بالسكواد الموجود عنده لذلك بلحظة تصوير هذا الفيديو النادي لا زال يجري وراء صفقة سوفيان مرابط أو غرافنبيرغ اللي ليفربول شغال على صفقته بالخفاء فانتبه يا إيرك تنهاق وإلا ستخرج خالي الوفاض وصدقني حيعملك مضحكة الإعلام المانشستراوي نفسه أنت واحد من كبار المدربين لكن أنا مني وعلي منصحك علي صوتك أكتر وأكتر لأنه بالنهاي حيعملوا جهد خجول نوعا ما إذا نجحوا فهي إتس إكي يعني ونجحوا وإذا فشلوا صدقني الطبخة كلها هتوقع برأسك والآن منروح إلى فقرة التوقعات واللي حواجهكم فيها بالأسبوع القادم بس انتبه حط لي كل توقعاتك بخانة التعليقات ولا تتربص لي وحيدا بسم الله من إسبانيا ومن سانتياغو بيرنابيو بعد غياب ريال مدريد يحقق أول انتصار على ملعب سانتياغو بيرنابيو جديد على حساب خيطافي باليوم التالي أتلاتيكو مدريد وإشبيلية نتيجة كبيرة جدا لأتلاتيكو مدريد وفي ختام الجولة على ملعب ألصدار وساسونا وبرشلونا أميل جدا لنتيجة التعادل لكن كمان خليني خاطر بهذه الجولة وقول أنه برشلونا أما بإنجلترا خليني أحكي عن ويست هام بهذه الجولة وويست هام حينتصر على لوتونتاون وحيكمل بركب الكبار مؤقتا إلى أجلا قريب ومانشستر فولهام منتهي إلى السكاي بلوز تشيلسي نوتنغ هام فوريست حتكون مبارات مزعجة جدا لتشيلسي تشيلسي قريب من الانتصار بيرنلي توتنهام منتهي إلى السبيرز برايتون على أرضه بيستقبل نيوكاسل يونيتد صعبة كثير يا كبير بصراحة صعبة 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 خليني خاطر وما رح أحكي تعادل رح تنتهي لصالح نيوكاسل يونيتد لو كان الكف اللي أكلتو من ليفربول ما خلاك ولو تصحصحوا فلا تستحقوا المنافسة في البريمر ليج أما الأحد الممتاز بعد السبت الممتاز بالأنفلد رود ليفربول أستون فيلا والله كمان صعبة بل وصعبة كتير حتى إلي ليفربول صدقني الموضوع لا يقاس بهذا المقياس أستون فيلا مبدع هذا الموزن وليفربول كمان ضايع خليني إلك ستنتهي بنتيجة التعادل أما الختام مع الكلاسيكو الإنجليزي صعب جدا تنتهي مباراة أرسن ومانشستر ونيتد بالتعادل لكني أتوقعها تعادل وهيك منكون خلصنا أحباء الكرام تقديم الليجة وكذلك البريمر ليج حطل إنت توقعاتك واستناني حتى نتواجه إلى الأسبوع القادم بحلقة مثل هذه الحلقة ونشوف مين جلب نسبة توقعات أفضل نشوف كذا على خير إن شاء الله السلام